بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم معكم محمد سعيد ده ان شاء الله تاني فيديو هتكلم في الفيديو ده بسرعة جدا عن الموبايل جنريشنز أشهر أجيال الموبايل أو الموبايل جنريشنز اللي هي الـ 2G والـ 3G والـ 4G هنكرن سريعا ما بين الأجيال الموبايل دي الـ Access Technology والـ Data Rates وأنواع الـ Service والـ Switching Mode والـ Modulation والـ Frequency Spectrum والـ Channel Spacing والتي كلها المقارنة دي تفيد مين؟ أي مهانس للتصالات أو طالب عايز يشتغل في تراك الاتصالات أو الـ Communication وده حديدا شبكة الموبايل وبتفيد في اسئلة الـ Interview طيب تعال نبدأ بسرعة ده الـ Contact التاع شباب لو حد عايز يسأل أي سؤال أو يناقشني في أي نقطة انا هقولها في الفيديو ده أو يتناقش معي ده رقم موبايلي يقدر يكلمني أو يبعط لي واتساب لو حد محتاج أي سؤال بالنسبة لـ Mobile Generations نتكلم سريعا عن ثلاث حاجات الـ GSM والـ WCDMA والـ LTE اللي هم الـ 2G والـ 3G والـ 4G أول حاجة الـ GSM أول Point stands for stands for يعني اختصار ايه؟ مهم قوي قبل ما تدرس أي حاجة تعرف دي اختصار لايه؟ GSM معناها Global System for Mobile Communication أو النظام العالمي لاستخدام شبكة الموبايل Global System for Mobile Communication ده معروف بالـ GSM اللي هو الـ 2G الـ 2G على مستوى العالم فيه تلات أنواع GSM و BDC و CDMA1 طيب الـ GSM هو النظام الأوروبي هو أشهر نظام في العالم ومستخدم من قبل دول كتير قوي في العالم يبقى GSM معناها Global System for Mobile Communication ثاني Point ايه هو الـ Transmission System اللي شغال بـ GSM؟ الـ GSM شغال Digital يعني بيعمل Processing للإشارة وهي Digital وهي One with Zero يعني الـ Devices فيها Digital Signal Processor يعني تتعامل مع الإشارة وهي Digital ايه ده هو فيه حاجة بتتعامل مع الإشارة وهي Analog؟ اه فيه الـ 1G بس ده مش موجود في العالم دلوقتي يبقى الـ Transmission System بتاع الـ GSM هو Digital ثالث Point is Switching Mode يعني ايه Switching Mode؟ لما يسألك Switching Mode يقصد الـ Generation ده او الجيل ده من أجال المحمول تشغال Circuit Switch ولا Backet Switch طيب ايه الفرق سريع ما بين Circuit Switch وباكت Switch؟ Circuit Switch يعني الـ Network بتحجز للـ User اه وقت معين يبعت عليه Service بتاعته وباندوتس معين ودلي معين والـ Circuit Switch ده مناسب لحاجة اسمها Real Time Application اللي هي الـ Applications اللي بتحتاج دلي ثابت وباندوتس ثابت ووقت ثابت زي الـ Voice Core وفيه نوع تاني اسمه Backet Switching والـ Backet Switching ده الباندوتس ما بيبقاش ثابت بيبقى Shared يعني بيبقى عندي باندوتس او Channels اللي تتشاير على كل اليوزرز اللي عايزين اكسسوا عدد اليوزرز ده بيبقى Variable مش ثابت الـ Delay بيبقى Variable الباندوتس بيبقى Variable الـ Access Time بيبقى Variable والـ Backet Switching Technic او الـ Backet Switching Technology مناسبة للـ Non Real Time Application زي الـ Browsing والـ Download والـ E-Mails والـ Chat وحاجات دي كلها كل الـ Generation هتلاقيه شغال يا اما circuit يا اما Bucket الـ GSM شغال Circuit Switch ليه؟ علشان الـ GSM بيقدم Service Real Time Application اللي هي المكالمات الـ Voice رابعة حاجة لـ Services ايه هي الخدمات اللي بيقدمها الـ GSM الـ GSM بيقدم الـ Voice Call بيقدم الـ SMS وبيقدم حاجة اسمها Supplementary Service السبليمنتري سوربس دي اللي هي الـ Call Forward والـ Call Wait والـ Hold والحاجات اللي هي الإضافية طب ايه الاساس اللي بيقدمه؟ الاساس هو انك تحضرك تقدر تعمل مكالمة صوتية وتبعت رسالة اللي هو Voice Call and SMS كل الـ Services دي طبعا بتشتغل Circuit Switch اللي هو Switching Mode الـ Pointer بعد كده Access Technology الـ Access Technology يعني ايه نوع توزيع الـ Resources بتاعت الـ GSM ازاي الـ User بيأكسس الـ GSM وازاي بيبدأ يتكلم وبيعمل السيرفز بتاعته؟ بنشتغل في الـ GSM بـ Access Technology اسمها FDMA-TDMA FDMA-TDMA يعني ايه خسارها ايه؟ Frequency Division Multiple Access Time Division Multiple Access يعني انا بستخدم FDMA وTDMA يعني FDMA يعني باخد الباندوث بتاعي المتاح للـ GSM وقسمه مجموعة channels في Frequency Domain وبعد كده كل channel بيأكسس عليها كزا يوزر في different time slots في أوقات معينة يعني انا مثلا باخد الباندوث بتاعي بقسمه meet channel وكل channel اللي هي باندوث معين الـ Channel دي ما بياخدهاش يوزر واحد لا بتتوزع في الـ Time Domain على مجموعة من اليوزرز كام 8 يوزرز كل اليوزر ياخدها وقت معين ده اسمه FDMA-TDMA انا كده قسمت في الـ Frequency وقسمت في الـ Time ليه؟ علشان احصل على اعلى كابستي ممكنة طيب الـ Frequency band اللي بيشتغل الـ GSM اربع بندات في العالم كله 800 و 900 و 1800 و 1900 الارقام دي بالـ Mega يعني 800 Mega و 900 Mega و 1800 Mega و 1900 Mega الرقم اللي انا قلته ده سنتر بتاع البندوث السنتر بتاع بند الترددات يعني مثلا بند التسعمية ده بدء من 890 لحد التسعمية و 60 انا سميته 900 ليه؟ علشان 900 ده السنتر بتاعهم بند الـ 1800 ده بدء من 1710 لحد 1800 و حاجة طيب يبقى احنا شغلين على اربع بندات في العالم وهم 800 و 900 و 1800 و 1900 الدول العربية و مصر و معظم الدول بتشتغل على بندين منهم بس اللي هم 900 و 1800 بنسميهم الـ GSM و DCS GSM اللي هو 900 والـ DCS اللي هو الـ 1800 طيب ايه الفرق ما بينهم الجوهري؟ ان البند التسعمية ميجا بيديني كاوريج اعلى شوية بيديني تغطية اكبر لكن البند التسعمية الـ 1800 بيديني كابستي اعلى و عدد اللي تشانلز في بند التسعمية 125 تشانل لكن عدد اللي تشانلز في بند الـ 1800 هي 375 تشانل طبعا الكابستي اعلى في بند الـ 1800 اللي هو الـ DCS نوع الموديليشن المستخدم هو GMSK GAUSEAN MINIMUM SHIFT KEY بنستخدم طبعا ديجتال موديليشن اللي تشانل باندويتس في الـ GSM هو ٢٠ كيلو هيرتز الـ Data Reads في الـ GSM المكالمة بتتعامل على Data Rate ٢٠٠ كيلو ميت بير ساكند وده بنسميه الـ Gross Rate الـ Gross Rate هو السرعة ما بين الموبايل والمحطة أو الـ Business Station وبيبقى ٢٠٠ كيلو بيت بير ساكند ده بنسبه للـ GSM الـ 3G بنسمي التكنولوجي دي UMTS أو WCDMA WCDMA معناها Wideband sorry Wideband Code Division Multiple Access Wideband Code Division Multiple Access أو كلمة UMTS اللي هي Universal Mobile Terry Communication Services Transmission System هنا طبعا Digital الـ Switching Mode بنستخدم Switching Mode اللي هو Circuit Switch وباكت سويتش على حسب نوع الـ Service الـ 3G بيتعمل Circuit Switch وباكت سويتش على حسب حضرتك هتعمل مكالمات ولا هتبعت Data الـ Services هنا مكالمات وداتا يعني تقدر حضرتك تعمل Voice Call تقدر تبعت SMS تقدر تعمل Browsing تتصفح الانترنت تقدر تعمل Streaming تشوف فيديوهات على اليوتيوب أو فيسبوك تقدر تعمل Downloadly Files تقدر تعمل Mobile TV يعني تشوف قناة التلفزيون على الموبايل تقدر تعمل Video Call تكلم حد فيديو إذا كان موبايلك يدعم الـ Video Call كل دي سيرفزز متاحة في الـ 3G ومنها الـ Circuit Switch ومنها الباكت سويتش الـ Access Technology هنا CDMA يا شباب يعني CDMA يعني Code Division Multiple Access يعني كل الـ Users يقدر يتكلموا على نفس الـ Frequencies في نفس الـ Time بس بـ Orthogonal Codes Orthogonal Codes يعني Codes ما تعملش مع بعض Interference يعني كل الـ User قبل ما بيبدأ يبعت الكلام بتاعه على التردد بيبدأ يضربه في Code والـ User الثاني بيبعت على نفس التردد ولكن بـ Code مختلف لما الإشارات دي كلها بتطلع على الـ Medium أو الـ Air أو الـ Free Space بيتندمج مع بعضها وبيحصلها Multiplexing تيجي الـ Business Station تفصلهم بعد كده تفصل الـ Data بتاعت الـ User الأولاني عن الـ Data بتاعت الـ User الثاني عن طريق درب الإشارة كلها الكلية المندمجة في بعضها في أكواد، الأكواد اللي الـ Users يستخدموها القصة اللي اسمها CDMA ممكن نتكلم عنها بالتفصيل بعد اسمها Code Division Multiple Access الـ Frequency باند اللي بنستخدمه في الـ 3G في باندات كتير منهم الـ 1200 ميجا منهم الـ 1900 ميجا منهم الـ 900 ميجا هتقولي الـ 900 ميجا ده مستخدم في الـ GSM هقولك ما احنا خدنا جزء منه وبنبعت عليه 3G وسمينا القصة دي U900 U900 يعني U900 يعني UMTS على باند التسعمية طيب، ليه؟ علشان طبعا باند التسعمية بيديني كافيرج أعلى من الـ 2100 والـ 1900 في الـ 3G زائد ان انا بعمل Utilization للباندات الـ 900 ميجا خلاص الناس بطلت تتكلم كتير قد ما بتبعت data فبالتالي انا بستخدم جزء منه في الـ 3G علشان اعمل حاجة اسمها Spectrum Efficiency او استخدام باند بشكل كويس والاستفادة منه الموديوليشن اللي احنا بمستخدمه نستخدم نوعين من الموديوليشن وهما QBSK و 16QAM والموديوليشن دي طبعا انواع من الـ Digital Modulation الـ Channel Bandوس في الـ 3G يا شباب هو 5 ميجا هيرتز طبعا الـ Channel كبيرا ان يوزرز كتير قوي بيتكلموا عن نفس الـ Channel الـ Data Rates طبعا على حسب نوع السيربس اللي انا بعملها بس الـ Data Rates تقدر توصل في الـ 3G لحد 2 ميجا بيت بر سكند وده بداية الـ 3G الـ Generation اللي بعد كده اللي هو الـ LTE او Long Term Evolution ده معنى كلمة LTE وده المفروض ان هو بداية الـ 4G او ما قبل الـ 4G على طول الترانسميشن سيستم اللي يشغل فيه طبعا Digital الـ Switching Mode الـ LTE بيشتغل بكت سويتشنج فقط الـ Services المتاحة في الـ LTE هي كل ما يخص الـ Data براوزنج، ايميل، داونلود، فيديو كول، ستريمينج زائد اقدر اعمل Voice Call على الـ LTE عن طريق تكنولوجيا اسمها VOLTE Voice Over LTE ممكن نبقى ان نتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل الـ Access Technology في الـ LTE حاجة اسمها أو FDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access وهو ان انا باخد الباندودس كله السيمو سب كاريورز السب كاريورز دي بتبقى طبعا Overlapped في الـ Frequency domain ولكن Orthogonal في الـ Time domain عشان زود الكاباستي وده بيتم عن طريق بقى بلاكس اسمها FFT و IFT اللي هو الـ Fast Fourier Transform الـ Frequency Band في الـ LTE طبعا في بندات كتيرة قوي قوي في الـ LTE اقدر اعمل Reuse الـ Frequency Band مستخدمة واقدر افتح بندات جديدة زي الـ 2600 ميجا زي الـ 700 ميجا وزايد ان انا دلوقتي حاليا بنستخدم اكتر بندات مستخدمة في الـ LTE اللي يعني LTE نوع الـ Modulations اللي بيستخدمها في الـ LTE هي QPSK و 16 QAM وبتوصل لحد 64 QAM طبعا كل ما تحب بتعلي Data Rate بتعلي الـ Modulation الـ Channel Bandouts في الـ LTE مش رقم ثابت فيه انواع تقدر تستخدم الـ Channel Bandouts اللي انت عايزها على حسب نوع الـ Data Rate والـ Service اللي انت بتأكسسها كل ما تحتاج تأكسس Service اللي محتاجة Data Rate اعلى بتاخد الـ Channel Bandouts اكبر بتبدأ معك من 1 و 3 من 10 ميجا هرتز و 3 ميجا هرتز و 5 ميجا هرتز و 10 و 15 وبتوصل الـ Channels لحد 20 ميجا هرتز دي اقصى Channel في الـ 4G الـ Data Rate طبعا في الـ 4G بتبدأ معك من 100 ميجا بيت بر ساكند داونلود و 50 ميجا بيت بر ساكند ابلود ده في حاجة اسمها Release 8 Release 8 ده ظهر في حوالي 2008 الـ 4G بقى اللي هو Release 8 و Release 9 و Release 10 و Release 11 وهكذا لمجموعة من Releases و كل Release بتلاقي Data Rate فيه زادت عن اللاب ده بالنسبة للـ LTE الـ Session اللي جاي ان شاء الله هنتكلم عن Mobile Network Architecture Generations هكارل لكم بقى ما بين الـ Generations دي بس من ناحية معمارية الشبكة الـ Elements اللي في الشبكة وطريقة تواصلها مع بعض يارب تكونوا استفدتوا من الـ Session دي اللي عنده اي سؤال يبعتلي على الـ WhatsApp وهجاوب ان شاء الله اشتركوا في القناة اños اشتركوا في القناة